على صعيد نفسه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده عقدت صفقة أسلحة مع السعودية والإمارات والأردن تتجاوز 8 مليارات دولار وذكر بومبيو أن وجود هذا السلاح في الخليج يمكن أن يكون رادعاً قوياً لإيران على حد تعبيره وكان صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة يدفعون باتجاه استخدام بندل للطوارئ في القانون الأمريكي يمنع الكونغرس من تجميد صفقة تشمل الذخيرة الموجهة بدقة وطائرات مقاتلة